طب تجي نشوف صورك كده ونقولك مين اللي في الصورة؟ حاط لان انا في الاول معرفتش طيب ممكن نشوف مين اللي معنادي يا جندي يعني ده يا جندي بتلبس التاج ده لدي انا انا هنا كنت لسه في المدرسة انا في مدرسة كنت رهيبة الارمى الكاسوليك ايوه وكنت بخرج من المدرسة دي طبعا قبل حداق الشيطان بكتير اه اه يعني كنا عندي مثلا هنا خمستاشر سنة كمان 14-15 سنة واول حاجة اقف فيها قدام مدام نادية جندي وساعتها مدام نادية جندي شليت لي كل المشاهد بتاعتي والله العظيم والله يرحمه استاذ نادر الجلال يعني مخرج العظيم واشتغلت بعد كده مع استاذ نادر جلال بطلة في عابد كرمان وعمدت مسلسل العقرب كمان الله يرحمه وكنت صغيرة وهي اخترتني مدام نادية الاول كنت الملكة نريمان مصبوط وكنت صغيرة قوي قوي هو مشاهد اصلا ما كانش فيها كلام وهو ده تقريبا كان مناسب لفترة سنها الملكة نريمان وقتها لما اتجاوز ممكن او انا طلع شكلي يعني دايما انا شكلي بيبقى اكبر من سني وبعدين كنت بطلع من المدرسة شكلك مختلف خالص ومش بس شكلك اكبر من سنك في الوقت ده هو شكلك فعلا كان مختلف بس الفيتشرز زي ما هي هتلاقي نفسي بس انا عشان كنت بقلوزة قوي فانا بس هتلاقي الفيتشرز زي ما هي وزي ما بقولك هتلاقي مشاهدين ترى فيم الباقي كله تشال يعني هو الفيلم كان طويل برضو شوية وكان للاحسن ليه سبحان الله شايفا بقى بس الصورة دي ما يمكن المشاهد تشالت معرفتيش الاسباب لا معرفتيش الاسباب يعني حتى لما اتفرغ عارفة بقى من تروحي بقى سيلي معكت صغيرة جدا وروح تتفرغ فما لقينا مشهدين يا دوب وانا مدوخة طول الوقت ماما معايا واختي معايا رايحة التصوير وجاية من التصوير وخرجة من المدرسة رايحة التصوير بس تجربة اكيد ووقفت يعني جنب نجوم موقتها وقدام مادام نادية جينزي وهي اللي اختارتني يعني هي كان فيلم انتاج سوبكي ومرأة هزة عرش مس وروحنا المكتب هي بتختار يعني تهيالي الملكة فريدة كانت جيهان فاضل وهي اللي كان بتختار كل الفنانين اللي هيشتغلوا فاشا فيتني كنت ساعت انا بعمل اعلانات لسه حاجات برض صغيرة واختارتني يعني مشالتني شاشان حاجة وحشة ممكن تكون جنب في مشاهد أو العمل اه طبع الشغل نفسه خلاص يعني ممكن زي ما بيقال بروحة المخرجين ان الشغل بيتشد طبعا في المنتاج فبيشيلوا بقى يبتدوا يشيلوا مزبوط 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 نشوف الصورة التانية بلاش يا عمر بقى والنبي عمر بلاش في كبال صورة كده وناخد تعليق يا لأ طبعا هو نفس الفيلم ها هو نفس الفيلم شريري قوي على فكرة هيا هي قالت يا لهمي قالت يا لهمي ليه عشان كانت تخيني هقولك وتدخينها جدا 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 طرول في شاوي ها الله يرحم الله يرحمه الله يرحمه انطبعك ايه وان شايفة نفسك في الصورة مبسوطة مبسوطة قوي يعني ما فيش حاجة تعيبني وبالعكس انا بحب الناس ودايما بقول ان انا كنت تخينة وعندي كل البرامج موجودة لغاية دلوقتي على اليوتيوب انا كنت تخينة وخصيت وبقالي مثلا بتاع الست سبع سنين من بعد دلع بنات على طول اخدت القرار لأ انا لازم ابقى شكلتين انتي اشتغلت مع ناس مهمين جدا وصلح السعداني في البطنية طبعا برج كان دور كبير وقدام لوسي الله يرحمه ممدوح عبدالعليم ممدوح عبدالعليم الله يرحمه عندك يعني كده الحقيقة تجارب مهمة قوي حمده الله من حظ اه في تاريخك الفني وان شاء الله يبقى فيه تجارب اكبر وان شاء الله يبقى المستقبل فيه كمان شغلة احلى مستنيينك اكيد لسه يعني عندك مواهب في الدراما وفي السينما اتمنى بس عايزة اختم معيك بالسوشيال ميديا وتعامل ريم البرودي مع السوشيال ميديا وليلي يعني بتتعاملي ازاي لما بتتضايقي من حد مثلا بيعلق او لاني انتي معروفة شوية في موضوع السوشيال ميديا وتشارك والرد على الناس يعني كنت الاول برد يعني لغاية يعني من فترة كده بطلت لا مش هرد هعمل بلوك على طول بلوك على طول بطلت ارد بقى وعندي حالة انا ممكن انت سهلة قوي تستفزيني سهلة جدا يعني وحقيقية قوي في صور تقتبتها كنت نزلت الصور دي طي يعني نزلين الصور فرجعت كنت بعمل عمرة ايوه كنت فرحانة قوي عشان انا لما بسافر في اي بلد ولا بروح في اي حتة بعد اصور كنت فرحانة جدا برضو من دلع بنات ما عملتش عمرة في فترة طويلة سنين طويلة قوي فوقفت وتصورت فلاقيت ناس بتشتمني كتير جدا جدا وبتشتم حواجبي وبتشتم بقي وبتشتم مناخيري وسب غير طبيعي فابتديت ارد قالتلي النجمة الكبيرة حبيبتي صدقتي واختي وفاق عامر ما تردش عشان ما تضيعيش العمرة صح صح بعد كده بقى في حاجات طبعا انا مثلا عندي عيب خلقي شوية ومعروفة بيه من زمان فبققي فلي طريقة معينة بكلم فيقولك هو انت بتدلعي كده ليه وبتعملي انا مش قصدي ان انا ولا تدلع ولا اعمل انا عندي عيب بحاول فبقيت لما بقيت الاقي فنانين زي الاستاذ الكبير استاذ حسين الجسمي لما تعرضت للموقف الاخير ده وفيه كمان اساذة كبيرة تانية بيرد بمنتهى الاحترام والادب قلت انا هتعلم ورقك هل في حد عملت له بلوك واندي قلت انا هستعجلته وعملت له بلوك لا مفيش كان البلوك مستحق لا مستحق طب عظيم كل التوفيق مرسي اولي سعداء بوجودك معي ناريب انا جدا جدا مرسي اولي اسعدتي اولي اسعدتي اولي واعلمك ان شاء الله ياريتو شرفونا ان شاء الله يا سعداء يا سعداء يا سعداء شكرا جزيلا يا ريم دائما بالتوفيق ومن نجاح من نجاح شكرا جزيلا شكرا يا عمر شكرا بحضراتكم على المتابعة وتصبحوا على حين